السيارات الجديدة التي تعمل محركاتها بواسطة المازوت الديزل سوف يسمح لها حتى العام 2020 بتخطي نسبة 110% من الحد الأقصى المسموح به من انبعاث ديوكسيد الأزوت وبعد أربع سنوات من الآن سوف تخفض هذه النسبة إلى 50% هذا ما دعت إليه المفوضية الأوروبية وهذا ما قرره البرلمان الأوروبي بأغلبية ضئيلة جدا وباعتراض ظاهر من مجموعة النواب الخضر في البرلمان الأوروبي قال ليورو نيوز النائب عن الخضر باس إخاوت موافقة البرلمان الأوروبي مخيبة للأمال من الواضح أن اللوبي السيارات خرج فائزا إنهم يعرفون حاجتهم لاختبارات جديدة قرار البرلمان الأوروبي مدر بالديمقراطية وبالبيئة وبصحة المواطنين الجدير بالذكر أن مصنعي السيارات يعتبرون أن معايير التلوث بحدها الأدنى المطلوب غير قابلة للتحقيق تقنيا ترجمة نانسي قنقر